طبعا الذين يكفرون الأجهزة الأمنية بالجملة الجيش والشرطة هذا لا شك أن من التكفير والتكفير حكم شرعي فتوى توكل إلى قاض أو مفت مسؤول هو الذي يفتي في هذه الأمور لا أن يتجرأ أحد الناس ليكفر أجهزة أمنية بمجملها أو يكفر شعوبا بمجملها لمجرد رأي رآه الأجهزة الأمنية وغيرها كل من يخدم تحت نطاق دولة هو مسلم هذا رأي دار الإفتاء لا يخرجه ذلك ولو خالفت الدولة فلا نقر حكما غير حكم الله عز وجل لكن لا يكفر كل الأجهزة الأمنية والشرطة والجيش ويستهدفونهم وقد ذكرنا منذ البداية أن هذا مدان ولدار الإفتاء عدة بيانات في إدانة الاغتيالات التي حدثت في بنغازي أو في غيرها أدانة الجهات ولكن نطالب بإثبات أدلة أن أنصار الشريعة أو الذين يسمونهم الثوار أو كذا نطالب بأدلة على أنهم هم المتورطون وهم الذين يغتالون ونحن ندين ذلك ونستنكره غاية الاستنكار ونرى أن أهل ليبيا أهل إسلام وخير أسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا ويؤلف بين قلوبنا